الفلاحين والعمال والناس اللي تاريخياً اتظلموا اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً اتظلموا ليس لعشر سنين ولا لخمساشر سنة ده لمئات السنين في طبقات مصرية حرمت من أبسط حقوقها في الحياة المرحلة دي بشعارتها وغدبالك بأفكارها التحررية حرية الإنسان داخل المجتمع وحرية المجتمعات دي من الاستعمار ده خلاني أكتر منتمي عشان كده مثلاً لما بقول مرمر زماني زماني مرمرش حاسب يا سيدي ما تتأمرش الحب غيه عايز ملغيه لا يضيع هوانة ولا نعمرش بنغني لجل الناس الناس في مبابة ولا في أبو العباس لكل حارة إدين تنباس مدام بتبني ولا تدمرش لبوس إدين دباح العجل وبوس إدين من يكسر رجل وبوس إدين بيعت الفجل بتبيع صمار ولا تستص مرش مرمر زماني زماني مرمرش إلى آخر الخطير الشخصية المصرية كمان أنا تقفت عندها معاك لما شبهتها بالبطاطا أيوة يعني ما قلت عم بطاطا لذيذ ومعسل لذيذ ومعسل عمره مطاطا لغير الله لما الدنيا بتقسى يمثل إنه خلاص سلم لأضاء سألتين أنت عن إيه اللي علاقة البطاطا بالشخصية المصرية بشعب المصري كلنا من قلبك كده سخنة كده وجميلة كده ومعسلة ويعني أحلم الشوكولاتة يعني ما عرفش ليه سعاد حسني قالت روح رجع البطاطا لبرش ولا لتجيب لي الشوكولاتا نظرة طبقية خلينا النهاردة في البطاطا في البطاطا البطاطا الجميلة المعسلة وليه الإنسان المصري شبه البطاطا شوف يا ست البطاطا كثمرة أصلا يعني هي حتة حجر بالضبط نشفة كده لما بنشتري نشفة ويجيبوها من يعني حتى مش طلع على شجرة لا دي في الأرض يعني كويس فجز حتة حجر مرمي في وسط الطين والتراب يعني انت فاهمة فبالتالي هو ده هي دي البطاطا وبعدين مبعجرة يعني كمان مش ايه مش شكل الفكهة انت فاهمة الفكهة كده التفاح لي شكل الموزة مثلا الموزة العنب يعني الفكهة ليها كده يعني الخخاية الفراولاية كل الفكهة حتى الخضار الطماطم الخيار ايه كلام زهزاك ايه دي شكلها مبعجرة لا ليه أول ولا ليه آخر كويس ده ده طبيعة بتاعها ديه خلقتها اللي ربنا خلقها عليها تعالي بقى حطيها في الفرن اه تستوي بقى شوفي بقى الجمال والعسل بقى اللي بيطلع منها اه وسخنة والدفا والطاقة اللي تدهالك واللي 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 طيب الشعب المصري ده حطيه في شدة وشوفي معدنه يعني تفضلي تشتكي من الناس ونفضل نشتكي من بعض وإيه ده وشوف الناس دي واخدبالك وما عندهمش وعي ومش يعرف ايه والجهل والزعير والمشعار انت فهمه تعالي حطي الشعب ده في شدة تغدي معجزات العالم يبقى مزهول منها ومش فاهم توفيق الحكيم له كلمة في عودة الروح يقولك وجيبها على لسان واحد فرنساوي يقولك هذا الشعب يستطيع ان يفعل في غمضة عين ما لا يفعله الشعب اخر في سنوات ان في لمحة من الزمن في ثانية تلاقي الشعب ده عمل شيء واخدبالك انه مثلا احنا بدتكلم عن حرب اكتوبر فلا تسجل حادثة واحدة في اي حاجة ممتج conse Carolyn